وزارة الأوقاف أعلنت أنها حتقوم بفصل أي موظف بالجهات التابعة لها يثبت تعاطي للمخدرات وأنها حتعتبر الممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي وقالت أنها حتقوم باختبارات مفاجأة على الموظفين ومن جهات معتمدة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أن تعليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم اتجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات وده بسبب المفاسد المترتبة عن بقاءهم في الوظيفة العامة وأن الاختبارات ستكون مفاجأة ومن جهات معتمدة